اشتركوا في القناة دينار جزائري لشراء هذه الدراجة لثمنها 22400 عرض عليه صاحب المحل تخفيضا قدره 500 دينار جزائري ودفع المبلغ في حصص متساوية على ثلاث أشهر ما هو المبلغ الذي سيدفعه أمين كل شهر ما هو المبلغ الذي يحتاجه أمين لدفع الحصص الثالثة هل يمكن أن تجيب مباشرة على الأسئلة لا يمكن أن نجيب مباشرة على الأسئلة ثمانة دراجة بعد التخفيض معناه 22400 ناقص 500 على التخفيض المبلغ الذي يدفعه أمين كل شهر معناه كل نقص هنا نتحصل تحصل على 21900 21900 نقسمها على ثلاثة ونعرف المبلغ الذي سيدفعه كل شهر 21900 تقسيم ثلاثة تعطيني 7300 معناه المبلغ الذي سيدفعه كل شهر 7300 دينار جزائري ما يبقى ما يبقى في حصالة أمين طيب هو يدفع 7300 و7300 ما يبقى لـ 14600 معناه 15000 ناقص 14600 معناه ما تبقى له 400 دينار جزائري 40000 تبقى له 40000 ما هو المبلغ الذي يحتاجه معناه نحن المبلغ الإجمالي 21900 21900 نقص منه نقص منه 15000 وهي هذه قالنا 6900 6900 هو المبلغ الذي يحتاجه هو المبلغ الذي يحتاجه أمين لدفع القصة حصة ثالثة 6900 المبلغ الإجمالي اللي هو هذا كنقصنا لـ 500 دينار جزائري القتلنا 21900 النقص لـ 15000 تبقى 6900 6900 هو المبلغ الذي يحتاجه أمين لدفع حصة حصة ثالثة هذه هنا لمحلوها لكم أحيانا لا نستطيع أن نجيب مباشرة عن السؤال المطروح في المشكلة لأن المعطيات الضرورية لا تظهر صراحة في النص ندرلكم مثل عن الفلاح وكذا الأطباق والبيض والحال التحاها هو نروح الدوري الآن أكتب السؤال الموافق لكل حساب لتأثيث منزله الجديد اشترى أبو أمين خزانة بثمن 23480 طاولة دينار جزائري وطاولة بثمن 136 كراسي بثمن 3795 للكرسي الواحد عند استفاد من تخفيض قدره ألف دينار جزائري ما هو المبلغ الذي دفعه لشراء الأثاث لابد أن نحسب ثمن الكراسي 3795 في 6 نضربها في 6 بنصيب الثمن الإجمالي تاع الكراسي طيب نضرب 3795 في 6 نصيب ثمن إجمالي تاع الكراسي بعد ذلك نزيد ثمن الخزانة وثمن الطاولة ونقص منهم ألف نصيب المبلغ الذي دفعه لتأثيث المنزل بالنسبة إلى كل مشكلة أذكر هنا لا يمكن الإجابة عن السؤال مباشرة وإنما هناك أسئلة مرحلية طيب يوجد في خزان ماء ألف لتر من الماء استهلك منه 234 في اليوم الأول و500 في اليوم الثاني ما هي كمية الماء الماء المباقي في الخزان نجمع الذي استهلك في اليوم الأول واليوم الثاني 234 زائد 500 بقى 734 بعد ذلك 1000 نقص لها 734 تبقى 266 بقى في الخزان 266 لتر من الماء حضر 27 طفلا وثلاثة مرافقين عرضا مصراحيا دفعت المجموعة 1650 دينار جزائري إذا علمت أن تذكرة الكبار 100 دينار فما هي قيمة تذكرة الطفل الصغير طيب الكبار 100 معناه مرافقين 3 معناه 300 إذن المبلغ الإجمالي نقصله 300 ناقص 300 1250 1250 نقسمها على 27 نصيب 8 تذكرة الواحدة للصغار 1250 تقسيم 27 تضعنا 50 معناه 8 تذكرة الأطفال الصغار 50 دينار جزائري يمثل الشكل المقابل حديقة في شكل مستطيل ومثلث بالأبعاد المبينة على الرسم يريد صاحبها إحاطتها بصور مع تخفيض ثلاثة مع تخصيص ثلاثة متر لوضع الباب أحسب طول الصور لابد أن نحسب محيط هذا الحديقة لابد أن نحسب محيط هذا الحديقة حساب محيط هذا الحديقة كيف يكون أن نجمع الأضلع مع بعضها البعض طيب ثلاثة واربعون زج مرات وخمسة وعشرين ثلاث مرات تخرج لنا مئة وواحد وستون مئة وواحد وستون متر هو محيط هذا الحديقة الآن ناقش ثلاثة متر واحد وستين مئة وواحد وستون ناقش ثلاثة متر تقنا مئة وثمانية وخمسين إذن طول الصور هذا اللي راح يديره حول الحديقة هو مئة وثمانية وخمسون متر طيب سجل آمين ثلاثة وثلاثة 3542 نقطة في الشطر الأول من اللعبة الإلكترونية في الشطر الثاني ضاعف عدد النقاط معناه هذا في 2 3542 في 2 تعطيني 7084 وخاسرة 832 معناها 7084 ناقص 832 تبقى له 6552 ما هو عدد النقاط الذي تحصل عليه في نهاية النعبة 6252 بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلي اللهم وبارك علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين